حضر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين فعاليات العرض العسكري الختامي لقوات الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال في منطقة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية والذي شاركت فيه وحدات منتخبة من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تمرين رعد الشمال وختامه في تقرير سامر العبادي أكثر من عشرين دولة وأكبر مناورات في تاريخ الشرق الأوسط وعلى مدار إسبوعين وبمشاركة قوات برية وبحرية وجوية جاءت مناورات رعد الشمال شمال المملكة العربية السعودية في مدينة الملك خالد بن عبد العزيز في حفر الباطن العرض الختامي لتمارين رعد الشمال الذي حضر فعالياته جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تضمن استعراضا عسكريا في ميدان عسكري رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور قادة وزعماء جيوش الدول المشاركة في التمرين والذي وصفه رئيس هيئة الأركان العام للقوات السعودية بأنه أحد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة أو اتساع منطقة العمليات العسكرية التي غطت مسرح عمليات المنطقة الشمالية السعودية في حين بيّن المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن المناورات ركزت على مواجهة التهديد الإرهابي وأن مناورات التمرين غير مرتبطة بالتحالف العسكري الإسلامي الناشئ تمرين راعد الشمال والذي انخرط فيه أكثر من 300 ألف عسكري في تدريبات هدفت إلى العمل في بيئة عمليات مشتركة وقفت فيه الوحدات المقاتلة المشاركة صفا واحدا في مواجهة التحديات جاء في ظل أوضاع مضطربة في المنطقة لسيما وتنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية ووجود نزاعات في أكثر من بلد كسوريا واليمن وتوترات عميقة يعيشها الإقليم لتركز المناورات على تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية والجماعات الإرهابية ومحاكاة نمط العمليات التقليدية ضمن السعي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة المناورة الختامية للتمرين نفذت بالذخيرة الحية في مدينة الملك خالد العسكرية وشهدها الملك سلمان وعدد من قادة الدول المشاركة في المناورات وركزت على رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتمرين على تنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول المشاركة الأردنية في تمرين راعد الشمال جاءت بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية للجيش العربي من خلال تنفيذ العديد من السيناريوهات العسكرية المحتملة وبما يحاكي الأوضاع الإقليمية وهي ضمن الخطة التدريبية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وهدفت إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع جيوش الدول المشاركة لتعبر عن دور أردني حاضر وفاعل ومستجيب لما تواجهه المنطقة من تحديات أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هزيمة عصابة داعش الإرهابية ستستغرق وقتا طويلا تصريحات بايدن جاءت خلال زيارته مركز تدريب مشترك للقوات الأمريكية والأردنية يوم أمس وأضاف بايدن أمام جنود اجتمع بهم في المركز أن أتباع داعش يعلمون أن التحالف يلحقهم ويقوم بإعداد أفضل الخطط العسكرية في العالم من أجل هزيمة داعش وأتباعه بعد الادعاء بازدياد وطيرة العمليات الفلسطينية ضد دولة الاحتلال ومستوطنيها وجنودها قرر المجلس الأمني المصغر تطبيق المزيد من الخطوات لمواجهتها من بينها التسريع بسن القوانين الرادعة ويحق مساعد العمل بالتسلل إلى الداخل بالإضافة لإغلاق محطات بث فلسطينية بحجة التحريض تفاصيل أوفى مع نبال فرسخ تنفيذا لقرارات الكابينة الإسرائيلي بإغلاق وسائل الأعلام الفلسطينية التي تدعي إسرائيل أنها تمارس التحريض اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مدير مكتب أحد القنوات الفلسطينية واقتحمت مقر القناة وصادرت معداتها بعد أن علقت أمرا عسكريا يقضي بإغلاقها تهديدنا بالإغلاق ومصادرة معداتنا وأجهزتنا هو رسالة لكل صحفي فلسطيني لكل من يغردون ويتغنون بحرية الصحافة حرية الإعلام حرية الكلمة ليروا ما الذي جرى للإعلام الفلسطيني تحت بند التحريض إسرائيل تعيش بتخبط كبير بهذه المسألة ومعتقد بأن المسؤول عن هذه الهبة هي وسائل الإعلام وما تنقلوا وسائل الإعلام ومشايفة بأنها ممارسة على الأرض وقمع على الأرض والاحتلال بحد ذاته هو من يسبب هذه الهبة الحكومة الفلسطينية أدانت اعتداء الاحتلال على وسائل الإعلام مؤكدة أن هذا الاقتحام يتدمن سياسة الاحتلال العدوانية المستمرة اتجاه الإعلام الفلسطيني فيما حذرت نقابة الصحفيين من خطورة ذلك مطالبة بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم إسرائيل تخوض حرب ضد الإعلام الفلسطيني ولديها خطة واضح تماما أنها يوم أمس صادقت على خطة متكاملة ضد الإعلام الفلسطيني لذلك نحن نحذر أن هذه بداية لسلسلة خطوات ربما ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القادمة ضد وسائل إعلامية كثيرة في فلسطين من فلسطين المحتلان بالفرسخ رؤية تواصل سلطات الاحتلال عملياتها التهويدية بكافة الأشكال بحق المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل مفتعام القدس الشيخ محمد حسين طلب الهيئات والمؤسسات العربية والدولية بالعمل على لجم سلطات الاحتلال عن عدوانها المستمر بحق المقدسات والمتمثل مؤخرا في منع رفع صوت الأذان عبر المكبرات المزيد في تقرير زينة صندوق بشكل ينافي الشعائر السماوية والتي ترتبط بالفريدة الرئيسية وهي الصلوات الخمس مشروع إسرائيلي يقدم للبحث في لجنة القوانين ينص على حظر رفع الآذان في أقدس مسجدين المسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن وذلك بدعوى الضجيج والتحريد من أئمة المساجد حسب زعمهم من جرد تقديم هذا المشروع الحقيقة يحمل فيطياته خطرا كبيرا يحمل فيطياته عنصرية واضحة ويحمل فيطياته تدخلا صارخا في حق المسلمين ضجيج هذا بصراحة حجة واهية تماما رغم أن الحفريات الإسرائيلية بدأت منذ عام سبعة وستين إلا أن مسابقة إسرائيل الزمن في الحفريات لم تكن سواء في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بل على العكس ومع أن الحفريات تجري بشكل سري وتمنع سلطات الاحتلال أي كان من الاطلاع على ما وصلت إليه إلا أن الشاحنات الناقلة للأتربة في ظلام الليل تفسر خطورة ما يحصل الخطورة هي أن الحفريات تسبب خلخلة لأساسات ولجدران هذه الأبنية وبعوامل الطبيعة ربما تسقط هذه الأبنية وهذا ربما ما يسعى إليه الاحتلال اللعيب إسرائيل لم تعد تنطل على أحد فلا يخفى على الصغير قبل الكبير نية السوء في وجه من يتقمس دور خبير الأثار الإسرائيلي الذي يجيء بملفاته وعدة قياسه التهودية بحجة مراقبة الأثار والاطلاع على ما يجري من تعمير إنه المندس الذي أرسلته إسرائيل لإزالة آخر حجر يثبت فوقه مدينة عربية قديمة وحرما قدسيا وإبراهيمي من مدينة رمالة زينة صندوق رؤيا قطاع غزة ما يزال يرزخ تحت حصار خانق منذ أكثر من ثمانية أعوام فإغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر ورفض الاحتلال السماحة للغزديين بالسفر عبر أراضي الدفة الغربية من خلال معبر بيت حانون إلا بشروطه كل ذلك يدفع بالفلسطيني في غزة للصمود معاناة السفر والتنقل لأهالي القطاع في تقرير منعوكل عندما يوصد في وجهك باب لا خيار أمامك سوى البحث عن مخرج بديل مخارج قطاع غزة الجغرافية كثيرة لكنها لا تدخل مجال العد إذا ما قررنا أن نقيس مدى فاعليتها فسنوات الحصار الطويلة على القطاع قصرت خيارات الغزيين بين بوابتين بوابت رفح الجنوبية الهوى لا تهوى تشريع بواباتها وبوابت بيت حانون الشمالية والتي لا تفتح إلا بأوامر عسكرية صارمة حرية التنقل صعوبة بتواجه المواطن العادي بتواجه التاجر بتواجه الطالب أسناء صفروا السينوات بتروح مرضى عنا في بعض حالات مرضى في قطاع غزة بتؤدي للوفاء مؤخرا يعتبر معبر بيت حانون أو ما يعرف بحاجز إيرز الخيار البديل المؤهل للاستجابة للمتطلبات الإنسانية لأهالي القطاع من حاجة للتنقل بهدف العلاج أو تلقي التعليم أو للتجارة أو لتحركات الدبلوماسيين حيث يتنقل خلالها حوالي 1500 مواطن يوميا من الواضح بأن إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر أدى بالعديد من المرضى والطلبة الفلسطينيين بمحاولة الذهاب من خلال معبر إيرز الحدودي بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي ولكن الدخول عبر إيرز محفوف بكثير من المخاطر قليلون هم من تنطبق عليهم المواصفات الإسرائيلية المطلوبة والتي يجب في كل مرة أن تكون ملحة للحصول على إذن العبور فيما يتبقى مئات الآلاف من الممنوعين بعيدين عن العالم أو قريبين من الوقوع في مصيضة الاعتقال والتحقيق على حاجز إيرز في حالات تموت على المعابر علشان ابن عمها فلان أو عمها فلان أو أنه موظف في سلطة الزمان علشان بدهم يا إسرائيليين في عندك مليون علامة استفهام مليون بوينت أحمر بنقف عليه بنقوله ستوب بناش نسافر نموت في غزة ولا نتشرشح لا هون ولا هناك وفي قرار مفاجئ اليوم سمحت إسرائيل بسفر المضطرين من غزة عبر معبر بيت حانون ومن ثم للخارج عبر جسر اللمبي بشريطة ألا تزيد مدة السفر عن عام حيث سيتم منح مئة تصريح أسبوعيا كما سيسمح بسفر العالقين في غزة شريطة أن يبقى المسافر من غزة إلى الخارج عام كامل خارج البلاد أي لا يعود إلى فلسطين إلا بعد عام حتى الحق الأبسط الذي يمنح للإنسان بالفطرة حرية التنقل والحركة يوضع عليه فيتو دمنا قائمة طويلة من المنوعات المفروضة على أهل القطاع التي لا تتبدل ولا تتغير مع تغير السياسات منعوك القرارة رؤية غزة فلسطين أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا اليوم أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جينيف يوم الاثنين القادم مقللة في ذات الوقت من فرص التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية المزيد حول تطورات الملف السوري في تقرير أحمد النعمي يتزامن الحديث عن موافقة الأطراف السورية حول المشاركة في مفاوضات جينيف مع دخول الأزمة السورية عامها السادس وكانت منظمات إنسانية وإغاثية قد وصفت العام المنصرم بالأسوأ على السوريين من جهتها أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جينيف موضحة أن مشاركتها جاءت انسجاما مع التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا وحددت المعارضة نقاط التفاوض في جينيف التي وضعتها بناء على القرارات الدولية وتتمحور حول إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية وإقامة نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة من دون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد وأركان ورموز نظامه دور في أي ترتيبات سياسية قادمة وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا قد أعلن أنه سيكون على أجندة المفاوضات المقررة في جينيف بين الرابع عشر والرابع والعشرين من أذار ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأشهر الثمانية عشر المقبلة اعتبارا من موعد بدء المفاوضات أي الرابع عشر من أذار الجاري وأكد ديمستورا أن الانتخابات ستجري بإشراف الأمم المتحدة من جهتها قالت موسكو إن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا مسألة أساسية بالنسبة لها وإنها تتوقع مشاركة كل الأطراف السورية في محادثات السلام في جينيف وأجددت موسكو مطالبها بضرورة إشراك الأكراد في مفاوضات جينيف جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف موضحا أن مفاوضات السلام من دون مشاركة الأكراد سيكون مؤشر ضعف من جانب المجتمع الدولي على حد تعبيره في رسالة ضمنية لأنقرة التي تضع فيتو على مشاركة الأكراد لجهة تصنيفهم في خانة التنظيمات الإرهابية استعدادا لمغادرة البيت الأبيض قال في معرض حديثه عن سوريا إنه غير نادم على التراجع عن تهديده باستخدام القوة العسكرية ضد بشار الأسد بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين مضيفا أنه على العكس من ذلك فهو فخور بالتراجع عن اتخاذ مثل هكذا قرر المسألة السورية ما زالت تحتل المشهد الدولي وعيون الأطراف كافة تتطلع لنهاية سريعة لمأساة الشعب السوري توفي الطفلة في الثالثة من عمرها جراء إصابتها في قصف بمواد كيموية على بلدة شمال العراق نفذته عناصر من عصابة داعش الإرهابية وأدى كذلك إلى إصابة المئات بالاختناق وبطفح جلدي وفق مصادر طبية محلية فيما شنت مقاتلات التحالف الدولي غارات جوية على منشآت أسلحة كيموية تابعة للعصابة في عدة مناطق عراقية المزيد في تقرير رائد ياسين في إطار التقدم الذي تحرزه قوات التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير المدن والقرى من سطوة عصابة داعش الإرهابية شنت مقاتلات التحالف يوم أمس هجوما جويا على منشآت أسلحة كيموية تابعة لعصابة داعش تبعا لمعلومات توصلت إليها القوات الأمريكية بعد اعتقالها لأحد قيادات عصابة داعش وإجراء تحقيق موسع معه بحسب ما أعلنه البنتاجون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك قال إن التحالف الدولي شن العديد من الضربات الجوية على معاقل داعش ومخازن أسلحتها الكيموية ما أدى إلى خفض قدرة هذه العصابة الإرهابية على إنتاج أسلحة جديدة كوك أوضح أن المعلومات التي استندت عليها الضربات قدمها خبير في الأسلحة الكيموية في عصابة داعش الإرهابية بعد أن تم اعتقاله وهو المدعو أبو داود الذي كان مختصا في صنع العديد من الأسلحة التقليدية للعصابة مسؤول أمريكي في قوات التحالف بيّن أن أبو داود اعتقل الشهر الماضي في العراق على يد قواتهم الخاصة التي تم نشرها مؤخرا بهدف القضاء على داعش واعتقال كوادرها وجمع المعلومات الاستخباراتية عن أماكن تواجدها فيما لفت إلى أنه قد تم تسليم هذا المعتقل للقوات العراقية بعد استجوابه إعلان أمريكي فريد من نوعه أكد ضرب مخازن نووية والقبض من قبل قواتها العاملة على الأرض على أحد قيادات العصابة الإرهابية إعلان قد يكون الأول ولكنه حتميا لن يكون الأخير في ظل سعي العالم لمحاربة ومكافحة الإرهاب اختيار وزير الخارجية المصرية السابق أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي ومحكمة أمريكية تغرم إيران عشرة مليارات دولار بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر المزيد في جولتنا الإخبارية حول العالم أختير وزير الخارجية المصرية السابق أحمد أبو الغيط لمنصب أمينا عام جامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي الذي تنتهي ولايته في نهاية حزيران المقبل وجاءت الموافقة على تعين أبو الغيط الذي عمل وزيرا لخارجية مصر لمدة سبع سنوات إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعد إرجاء التصويت بسبب تحفظ قطر والسودان أغلقت قوات الأمن العراقية اليوم الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وذلك في أعقاب دعوة زعيم التيار الصدري مقتد الصدر أنصاره إلى التظاهر وكان الصدر قد دعا أنصاره إلى التظاهر عند أبواب المنطقة الخضراء لكنه تراجع عن دعوته وأحث أنصاره على الاكتفاء بالتظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ردا على ما اعتبرها بوادر إيجابية للإصلاح من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اشتدت المعارك بين المقاومة والحوثيين في مدينة تعز في مسعى من الأولى لفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على المدينة منذ أشهر وأشنت عناصر المقاومة الشعبية هجوما بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على تجمعات للحوثيين في محيط جامعة تعز الحكومية وانادي الصقر الرياضي غربي المدينة أصدرت محكمة في نيويورك قرارا يدين إيران لتورطها بهجمات 11 من سبتمبر العام 2001 كما يقضي بتغريمها بصرف أكثر من 10 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات وأفادت صحيفة أمريكية أن قاضيا أصدر حكما غيابيا يعتبر فيه إيران عجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية وستحصل كل عائلة على أكثر من 8 ملايين دولار مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا وما يقرب من 7 ملايين دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات أحيت اليابان الذكرى السنوية الخامسة للزلزال المدمر الذي تبعته موجات مد عاتية سونامي في منطقة توهوكو ما خلف أكثر من 18 ألف قتيل وتسبب في أزمة فوكوشيما النووية الأسوأ منذ حادث تشير نوبل وكان الزلزال قد ضرب بقوة 9 درجات على مقياس رختر شمال شرقي اليابان حيث تكونت موجات السونامي والتي وصلت إلى 20 متراً في بعض النقاط وهو ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية وصفت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحريمة خلال الفترة العثمانية بمدرسة لإعداد النساء في الحياة منتقدة الصورة السلبية التي نقلها المستشرقون عن حريم السلطان في تلك الحقبة تعليق السيدة الأولى أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي المنتقدون أشاروا إلى أن دروس الفن والأدب التي كانت تتلقاها الحريم لم تكن هدفاً بذاتها بل كانت موجهة لمتعة السلطان فحسب أهلاً بكم من جديد وبالعودة للأخبار المحلية أقدم رجل خمسيني على الانتحار من أعلى جسر عبدون ظهر اليوم حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى الجسر بحسب ما أفاد به مصدر أمني وأضاف المصدر أن الجهات المعنية المكونة من الطبيب الشرعي والمدعي العام وفريق المختبر الجنائي تحركت لمكان الحادثة وباشرة التحقيق فيه بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة وأمنة للجميع نفذت بلدية إربد الكبرى بتعاون مع الأمن العام ومؤسسات المجتمع المحلي حملة نظافة واسعة لإزالة الأنقاض والنفايات من جميع ساحات وشوارع البلدية والمناطق التابعة لها التقرير التالي يلقي الضوء على هذه الحملة حملة نظافة واسعة أطلقتها بلدية إربد الكبرى لتحسين البيئة وواقع النظافة في الأسواق والأحياء السكنية من مخلفات النفايات وأنقاض البناء وغيرها في المناطق التابعة لها الحملة تمت من خلال الأليات كباغطات النفايات والجرفات والقلابات بهدف العمل على رفع كميات النفايات ونقلها كان عندنا ساحة قبل البيئة التبعي ماساوية كلها سبالة كلها أتربة مخلفات عمار من المنطقة المجاورة الحمد لله اليوم جيت من الدوام لقيت الشباب بلدية إربد الكبرى ما قصروا نظفوا الساحات بشكل جيد الوضع الآن ممتاز كثير الحمد لله أكثر من ساحة شفتها في البيئة المنظفة الظاهر أن البلدية عندها برامج معين أو عندها خطة معينة لتنظيف كل الساحات البلدية دعت المواطنين إلى التعاون معها في إنجاز هذه الحملة وكذلك الحفاظ على الساحات التي تم تنظيفها كما نوهت البلدية أنها ستضطر إلى ملاحقة كل من يرتكب أي تم خالفة بإلقاء مخلفات الأبنية والأنقاض بالساحات العامة وستفعل الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص بدأنا بحملة شاملة لكافة الساحات بمختلف مناطق بلدية الكبرى وقد بدأنا هذا اليوم كما ترون في ساحات منطقة الرابية كانت منذ ساعات الصباح وضع الساحات سيئ طبعا تراكم عدم تعاون الجيران في رمي الأنقاض والشرات فالحمد لله ربع المين مثل ما شاهد في الساحات بلاشت تنظف شوي شوي إحدى مدارس رعاية الأيتام ساهمت بمبادرة عبر حملة نظافة في شارع البطراء بمدينة إربد وذلك من خلال طلاء جوانب وأطراف الشوارع تحت شعار من لا يبني الوطن لا يستحق العشفية حدث المبادرة رأسا أن لبن المجتمع ونحافظ على نظافة الشوارع والساحات العامة وندهن الرصيف قائد أمن إقليم الشمال العميد الركن محمد الملاحيم أكد على أهمية مشاركة مؤسسات الدولة في الحفاظ على نظافة الشوارع مضيفا أن مشاركة الطلبة في تنظيف الشارع ودهن جوانب الطرق هي بمثابة حصة دراسية ميدانية تعزز معاني الانتماء للوطن وتنمي مواطنة الفرد تجاه وطنه ومجتمعه وقد شاركت فعاليات طلابية وشعبية من أبناء إربت بالحملة التي امتدت من دوار الثقافة عبر شارع البطراء إلى مستشفى الملك المؤسس هذه المبادرة حقيقة تسهم باستمرار في خدمة المجتمع المحلي عندما تقوم المدارس بطلابها بمساعدة البلديات في الحفاظ على الشوارع وإزالة النفايات والعوائق إن شاء الله سنشاهد مدينة نظيفة مدينة إربت ستكون نظيفة بإذن الله إربت التي طالما اشتكى مواطنون فيها من انتشار النفايات وتراكمها في مظهر يشوه جمال المدينة أصبحت عبر هذه المبادرات الرسمية والشعبية في طريقها إلى مدينة أكثر نظافة لعلها خطوة على طريق بيئة أنظف ومدينة أجمل طالب مواطنون في مدينة العقبة السياحية بإعادة النظر بعدد الطوابق المسموح ببنائها في المدينة للتخفيف من أزمة السكن وللحد من ارتفاع إيجارات الشقق السكنية الذي تأزم جراء زيادة الطلب وتدني المعروض المزيد في التقرير التالي تعد أزمة الإسكان وارتفاع إيجارات الشقق من الأمور التي باتت تقلق العديد من العائلات والمواطنين في العقبة حيث أصبح المواطنون يلجأون إلى بعض المخالفات في البناء إما ببناء غرف على الدور الرابع أو البناء الكامل باستخدام الكرميدي أو الزينكو ما يعرضهم للمخالفات من قبل مفوضية الإقليم أو استدعائهم للمحافظة لكتابة تعهد بإزالة المخالفات بعض المناطق لا يوجد بها إلا ثلاث طوابق وهذا سيساعد على حل الأزمة السكانية والعمرانية في المدينة حيث هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشقق والأجارات بشكل كبير المواطنون قالوا أن زيادة النسبة الطابقية ستسهم في إنعاش حركة العقارات وحل الكثير من مشكلات أزمة السكن مؤكدين أن المساكن الطابقية حاليا في كافة مناطق المدينة لا تتجاوز ثلاثة طوابق في أحسن الظروف بدنا من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها تنزل من قيمة الضرائب لأنه قيمة الضرائب من العمارة 35% ف35% بنرفعها في قيمة العمارة بذلك بنرفع على المواطن فإنت لما بتنزله من 35% بننزل على المواطن بنخفف على المواطن الحمل أن الشقة تكون أرخص لكي يستملك شقة في حياته نطالب بالسماح بالطابق الرابع في المناطق السادسة والعاشرة والثامنة لأن الأجارات مرتفعة وأراضي لا يوجد فيها أراضي جداد تم توزيعها وبين المواطنون أن هناك أزمة سكن في المدينة السياحية مشيرين إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بشكل لافت حيث زادت لأكثر من 200 دينار للشقة التي لا تتجاوز مساحتها أكثر من 90 مترا مربعا سلطة منطقة العقبة الخاصة قالت إن رفع عدد الطوابق في مدينة العقبة يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر في المخطط الشمولي للمدينة بكاملها بما يحافظ على مظهر المدينة الجمالي الفكرة مجملها مقبولة لكن ليست مقبولة كإجراء لا يمكن تنفيذ هذا الإجراء لمتطلبات أخرى أولا يجب تعديل الأنظمة يجب تعديل استعمالات الأراضي وتنزيل هذا الإشي بإعلان قرار بده قرار مجلس بعدين بده إعلان بالجريد الرسمية واستقبال اعتراضات المواظمين عليه بالإضافة للإشي هذا في عندنا زيادة الطوابق بحتاج إلى زيادة البنية التحتية وبعض الأبنية غير مؤهلة أصلاً لأنها تحتاج إلى فحص الجمعية العلمية الملكية للتأكد من مدى نجاح أو مدى استيعاب أو قدرة تايل الأبنية لتحمل الأحمال الزيادة المواطنون في العقبة رأوا أن المشاريع الاقتصادية العملاقة وما تحتاجه تلك المشاريع من موارد بشرية تحتاج إلى إسكانات متعددة من حيث النوع والمساحة ما يمكن قطاع الإسكان ويتيح المجال أمامه لبناء مزيد من الشقق الإسكانية لإستيعاب الأعداد البشرية القادمة إلى المدينة أهلاً بكم من جديد ننتقل الآن إلى ملف الأسبوع اللغة الأم هل هي مجرد وعاء نغرف منه كلمات نعبر فيها عما ينتابنا من أفكار وما يختلج في صدورنا من مشاعر أم هي جزء من البنية الثقافية للأمة نحاول اليوم في ملف الأسبوع الاحتفاء مع العالم بيوم اللغة الأم والإجابة على أسئلة واقع اللغة العربية ومستقبلها اللغة هي جوهر الهوية وهي المعبر عن شخصية أصحابها والأمة لا تزول إلا بزوال لغتها لذا فإن المحافظة عليها لا يندرج فقط تحت بند القضايا الملحة بل إن حماية اللغة أي لغة تحتل صدارة أولويات الأمة صاحبة اللغة إن اللغة جوهر الهوية بها نفكر ونشعر ونحلم ونتواصل اللغة هي لسان الحضارة والثقافة هي الأساس في منظومة الثقافة بمجمل عناصرها اللغة هي هوية الأمة وهي حضارتها وهي ثقافتها أي نهضة قامت في أي أمة لم تقم إلا بلغتها هناك أمم كثيرة نهضت بلغتها وليست بلغة غيرها من ذلك مثلا اليابان بكل ما حققته من نهوض لم تستغني عن اللغة اليابانية وكذلك الصين وكذلك بل الشيء المؤسف والمؤلم أن عدونا المحتل أرضنا في فلسطين أحيى لغة ميتة وجعلها لغة علوم ومعارف وهي لا تساوي شيئا قياسا إلى اللغة عبية اللغة كما تعرف هي المعبر عن شخصية الأمة واللغة هي المميز للأمة فلغتنا العربية هي المميزة لشخصيتنا العربية القومية ولذلك لابد من المحافظة عليها ويصبح الأمر حميما ويحمل في طياته مشاعر جياشة حينما ترتبط اللغة بالأمة وما تمثله من معاني وأحاسيس مختلفة وهو ما يفسر الاحتفاء باللغة الأمة التعلم بلغة الأمة التعلم لا يعني فقط أن تتلقى من أستاذ أو مدرس أو معنم وإنما أيضا من بيئتك عموما عندما تتعلم بلغتك الأمة معنى تتفاعل أكتر مع بيئتك مع الجمهور الواسع العريض وإلا وإلا يوجد أو تستحدث حاجزا بينك وبين محيطك بين الجمهور الواسع العريض يحدث شرخ وقد يكون ازدواجا أو زواجية في الشخصية والتفكير أضف إلى ذلك أن التفاعل ليس تفاعلا فكريا فقط مع اللغة هو تفاعلا مجداني يا لغة الأم اسم على مسمى تذكرك بالحنين إلى الطفولة بلغة الطفولة التي تعلمت من دنعومة الضف وهل انتبه؟ تعرضت لغتنا العربية وما زالت تتعرض لأبشع أنواع المؤامرات تارة بذريعة التسهيل على الناس والدعوة لاستخدام العامية ورمي العربية تارة أخرى بالعقم وبعدم قدرتها على مواكبة روح العصر وهضم العلوم المختلفة كيف تنجح في التآمر على الأمة إذا لم تتآمر على هويتها؟ هناك مؤامرة على هوية الأمة من أجل تنفيذ المؤامرة على الأمة وأهم عنصر من عناصر هوية الأمة هي لغتها لغتها وعقيدتها وفكرها ودينها وكل هذا موجود باللغة العربية هناك مؤامرة على الثقافة العربية لأن الثقافة العربية باللغة العربية وبالتالي من خلال محاربة اللغة أنت تحارب الثقافة الأمة تحارب هوية الأمة تحارب وجود الأمة ونحن مستهدفون حقيقة وأعتقد أن اللغة العربية مستهدفة لأن تدميرها سبيل إلى تدمير الأمة اللغة العربية تعرضت إلى تردي في الفترات التي سيطرت فيها أمم غير عربية على بلادنا العربية وخاصة في فترة الاحتلال التركي التي دامت أربعمائة سنة الاستهداف الذي تتعرض له اللغة في هذا الزمن واستبدال الألفاظ العربية بألفاظ أجنبية أو الرجوع إلى العمية هذا نعتبره مؤمر على اللغة العربية ولأن اللغة العربية تتمتع بمزايا جمى وبعبقرية خاصة فإن إمكانية إصابتها بعطب ودفعها إلى مساحة نسيان معتمة غير وارد وغني عن القول أنها كما قال عنها شاعر النيل لغة غنية وقادرة على التكيف ومجارات الحداثة فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لعلكم تذكرون قصيدة حافظ إبراهيم التي تحدث فيها عن اللغة العربية وأشاد بقدرتها على استيعاب كل جديد لغتنا ليست عاجزة عن التحبير عن العلوم وليست عاجزة عن التحبير عن أي مبتكرات ومكتشفات جديدة لغتنا لغة اشتقاق تستطيع من خلال الاشتقاق أن تبتكر ما تشاء من المصطلحات لتغطية العلوم الجديدة والمفردات الجديدة في العلوم فيها عبقرية خاصة وأقول دقة لا متناهية لا أقول متناهية دقة لا متناهية ويكفي أن ننظر في فقه اللغة فقه اللغات العربية الدقة التي لا متناهية في رقائق الفكرة الواحدة في ظلال المعاني ونحن نحتفل هذا العام بمئوية الثورة العربية الكبرى نستذكر أن أبرز أسباب قيام العرب على الدولة العثمانية ومطالبتهم بالاستقلال هي محاولات تتريك اللغة العربية وتحطيم أي فرصة لأي مشروع نهضوي عربي يحلو الحديث عن اللغة العربية ونحن في الأردن نحتفل بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى لنتذكر أن من أهم أسباب قيام هذه الثورة بل السبب المباشر هو سعي الاتحاد والترقي التي تحكمت بدولة العثمانية لطمس اللغة العربية ولتتريك العرب وقد أدرك أحرار العرب في تلك المرحلة والمصلحين منهم أن هذا خطر حقيقي يتهدد وجود الأمة لأن علماء الاجتماع السياسي يقولون أن الأمة لا تزول إلا بزوال لغتها السؤال التالي ظل يلح على الناس منذ قرن أو أكثر وما زال كذلك لا أحد أجاب إجابة شافية ووافية عليه لماذا لا نعرب التعليم في الجامعات؟ العلوم الأخرى التي تظهر الكتب التي تؤلف في الدول الغربية وفي الدول المتقدمة ما الذي يمنعنا أن نترجمها إلى اللغة العربية وبلغة عربية؟ وليس هناك أيضا ما يمنع أن نستخدم المصطلحات الأجنبية لكن نضع إلى جانبها المفردة العربية التي تعبر عنها هكذا تفعل الأمم التعريب هو محاولة في المدى المتوسط على الأقل أن نوطن التكنولوجيا والعلم نوطنه نرسخه في الدهن نمارسه بحثا وتدريسا وإشرافا على طلب الدرسات الأولياء في المدى المتوسط حتى البعيد وليس فقط مصطلحات كما قلت وإنما أيضا سبك نهنية والسؤال الآخر يتمثل في الخطوات المطلوبة لاستعادة لغتنا الأم ألقها ومكانتها المناسبة أنا ضد أن نأتي إلى الثمرة ونبدأ العلاج من الثمرة من النهايات لا يجب أن نبدأ العلاج من البدايات من الجذور من الطفولة لكن في تعليم اللغة العربية نحن بحاجة إلى عدة أمور الأمر الأول بالإضافة إلى زيادة عدد حصص اللغة العربية والتركيز عليها والاعتناء بها كهوية وطنية وهوية للأمة أنا أتمنى أن نتجنب أمرين الأمر الأول هذا العبوس الذي عند بعض أساتذة اللغة العربية الذي ينثر الطلبة وهذه الشواهد المتكررة التي يستخدمونها والتي لا تتصل بحياتنا اليومية اللغة الأم بها نحيا ومن دونها نموت صحيح أن حاجتنا إلى التعلم ومعرفة لغات أخرى لا يقل أهمية عن إتقاننا للغتنا الأم لكن من دونها يصبح حالنا كحال من اشترى سهرا بنوم فغثك خير من سمين غيرك شارع الملك الحسين المعروف باسم شارع السعادة يعد الشارع الرئيسي في مدينة الزرقاء حيث تتواجد فيه العديد من المطاعم والأسواق وهو قلب الزرقاء النابض المليء بالحياة التفاصيل مع محمد أبو علوان قيل قديما أن كل الطرق تؤدي إلى روما والحال منطبق إلى حد بعيد مع شارع السعادة في الزرقاء والذي تؤدي إليه كل طرق القلب التجاري للمدينة فمن رأسه المطل على شارع الجيش شرقا وصولا إلى قاعدته قرب قصر شبيب الأثري على بعد كيلو متر غربا تتقاطع مع شارع السعادة سبعة من أهم شوارع المدينة تبدو فيها كما لو أنها أوردت تغذية ويغذيها شارع السعادة هذا يتجمع فيه جميع المحال التجارية من مجوهرات إلى نوفته إلى شركات الصرافة إلى بنوك إلى حلويات إلى مطاعم معظم سكان الزرقاء دائما مقصدهم هذا الشارع لتواجد فيه كافة الخدمات شارع السعادة له قصة الأسد من مغانم الفورة الاقتصادية في المدينة فهو يحمل تاريخ قديم يرتبط باسمه إضافة إلى أنه صمام أمان للاقتصاد الزرقاوي والذي يتمثل اليوم بالعديد من محال الألبسة والأحذية والذهب والمطاعم والصرافة والبنوك عدا عن توافد المواطنين عليه من خارج محافظة الزرقاء لما فيه من بضائع مميزة وأسعار مناسبة شارع السعادة هو رئة التجار شارع السعادة هو الرئة اللي بتنفس منها أهل الزرقاء بالمناسبات بالأعياد الوطنية بالأعياد بشكل عام بيكون شارع السعادة محج لكل أبناء الأردن من المحافظات المجاورة من المفرق حتى من عمان بيجي ناس لخصوصية هذا الشارع شارع السعادة بمسمال قديم شارع السعادة هو الآن اسمه شارع الملك حسين وأكيد اسم شارع الملك حسين لحاله بيعنينا إحنا كأبناء الزرقاء إش كثير كثير شارع السعادة الذي يحبه ويرتاده جميع المواطنين بمختلف أعمارهم يعتبر قلب المدينة النابض والمليء بالحيوية لما له من ذكريات جميلة وقصصا تركت بصمة بأن شارع السعادة له من اسمه نصيب في قلوب ووجدان الزرقاويين محمد أبو علوان رؤية ماتي ريماك أول كرواتي يصمم سيارة كهربائية في العالم فبعد أن مارست تصنيع كهواية في مرآب منزله بات حلمه حقيقة التفاصيل في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية وصل الكرواتي ماتي ريماك البالغ 28 عاما إلى قمة صناعة السيارات مع تصميمه أقوى سيارة كهربائية في العالم بعدما بدأ مغامرته هذه كهواية في مرآب منزله ويعشق ريماك السرعة وقرر خلال أحد سباقات السيارات تحويل سيارة بي أم دابليو قديمة يملكها إلى سيارة كهربائية بعدما تعطل محركها وقد جهزها بقطع غيار اشتراها عبر الإنترنت ومن ثم أخرى اخترعها وصنعها بنفسه وبعد عشر سنوات على ذلك باتت شركته ريماتش أوتوموبايل إحدى الشركات الرائدة في العالم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأصبحت تبيع سيارتها الرياضية كونسبت وان بسعر باغض جدا يصل إلى 850 ألف يورو نحن نخلق جزيرة صغيرة خاصة بنا فيها أناس إيجابيون نصدر منتجاتنا إلى 20 دولة في 5 قارات نحاول أن نلمع في كرواتيا لنحدث تغييرا ضروريا وينويري ماتش بناء مصنع آخر في سفيتا نيديليا أيضا لتضاعف عندها عدد موظفيه وصولا إلى 300 بحلول السنة الحالية ويبلغ متوسط أعمار الموظفين لديه الثلاثين والكثير منهم يحملون شهادة في الهندسة ويلتحقون بالشركة مباشرة بعد تخرجهم من الجامعة اشتركوا في القناة